بعد المشاية صح ولا غلط الشيالة انتوا طبعا فاهمين قصدي عن الشيال الشيالة دي حاجة بقى دي ملاش علاقة بالموروسات دي حاجة من المستحدثات دي حاجة من الحاجات اللي ظهرت ايوة زي ما انتوا شايفين كده في السنين الاخيرة خلاص عايز اقول لكم ان الحكاية دي صح ولا غلط برضو غلط للأسف الشديد هتقولولي الله بس دي منتشرة في كل دول العالم والحاجات دي كلها اقول لكم مش شرط انها تكون منتشرة والحقيقة ان السبب انتشارها سبب غريب جدا مش هيخطر لكم على بال هذا الاختراع لما اتعمل في دول جنوب شرق اسيا والصين خلاص وهم قصار القامة يعني هم بيتميزوا الشعوب دي ان هم شعوب قصار القامة فهم لقوا ان هم وهم بيتحركوا في اماكن مزدحمة وهم شعوب يعني اماكن زحمة كتير او فلما بيلبسوا الحاجات دي بيبقى دا وسيلة ليهم علشان يعوض قصر القامة يعني قصر القامة يعني ان هم ما يبقوش طوال او خلاص هتقولوا لي بس دي مريحة هقول لكم مريحة لحضرتك انها مش مريحة للطفل وكمان في حتى ملاحظة كنا لسه بنتكلم فيها مع احد زملائي من الاعداد وهي عندها بيبي يعني ربنا خلوه لها انها كمان هي بتقول لي انا بلاحظ انه الطفل وهو في الشيالة بيكون وضع جسمه غريب شوية بيكون رجليه مفتوحة تمام عشان طبيعي علشان يبقى هو رجليه زي ما يكون محوطة او محيطة ببطن الام تمام كده ده صح ولا غلط ما وده بيؤكد انها غلط اولا ده بيعمل حاجة اسمها او الانبساط الزائد للعضلات لعضلات الفخد لعضلات الاطراف كلها وتحديدا عضلات الفخد وده امر مؤلم جدا بالنسبة للطفل يعني تخيل كده حضرتك دايما يا جماعة عشان تفهموا قصدي او تعرفوا يعني تتخيلوا اي حاجة من اللي انا بقولها على الاطفال تخيلها على نفسك بمعنى ايه تخيل ان انت مطلوب منك انك تعط فترة طويلة وانت حضرتك او حضرتك فاتحين رجليك وكده ومثلا فيه مثلا حاجة كرسي عمود اي حاجة وانت حطت رجليك كده لفترة طويلة هتلاقي نفسك بعد دقائق هتشعر بالقلم تمام تخيلوا بقى ان الطفل بيحصل فيه كده هتقولوا لي ايه بس دي الام ما هي الام بالنسبة لها ما هي الام ام اه بس في الاخر الطفل وضع الساقين عنده مش طبيعي شايفين انا عمالة عامل ايدي ازاي خلاص فده غلط خالص لانه بيخلي في حالة من الانبساط الشديد للعضلات بتاعت اللورليمس او الاطراف السفلية تاني سبب انها غلط بتعمل التباس شديد جدا في شكل التقوص بعد كده اللي بيزر عند الاطفال يعني فيه اطفال نقعد نقول ايه والتقوص ده طبيعي ولا مش طبيعي انا فكرة فيه حاجة اسمها التقوص الطبيعي التقوص الطبيعي عشان تبقوا عارفين هو عبارة عن ان الطفل هقول لكم برضو مثلا كعاتي معاكو يعني عشان تفهموا قصدي قدامنا شنطة تقيلة شنطة مثلا سفر او حاجة تقيلة على الارض لما بنيجي نشيلها بنلاقي نفسنا تلقائيا لما بنيجي نشيلها كده بنلاقي نفسنا رجلنا تعمل كده تعمل بوين كده او تعمل شيء من التقوص وده عشان نعرف نشيل تمام هتقول ليه طب ايه علاقة ده بالطفل هقول لكم الطفل وهو بيتعلم الوقوف وبعدين هو بيتعلم المال شايفين بقى الصورة اهو اللي انا بقول لكم عليه شايفين وضع رجلين الطفل عامل ازاي تخيلوا بقى ان الطفل ده يبقى في الوضع ده ساعتين ثلاث ساعات ساعة اربع ساعات وانتو فاكرين ان هو هو اصلا كمان الايدين كمان بتبقى يعني هي بس بس الضرر الاساسي بيكون على الساقين الرجلين اليمين والشمال الساقين بيبقوا في حالة قلم كبيرة جدا وبتعمل قلم حتى لو طفل معيطش بيبقى ده بيفصر انه اثناء الليل بقى او بعد مثلا وهو نايم تبصوا تلاقوه يعيط كتير خلاص فهرجع واقول لكم حكاية بس التقوص الطبيعي بتلاقوا ان احنا بنعمل كده لما نيجي نشيل بيحصل زي تقوص كده بسيط الطفل لما بيجي يتعلم الوقوف او يتعلم حتى المشي الخطوات الاولى بيروح مقوس رجلي شوي عشان ما يوقعش لانه عشان رجلي تتحمل وزن جسمه فبيحصل ما يعرف بالتقوص الطبيعي تمام طيب ايه الفرق بقى بينه وبين التقوص المرضي اللي بيحصل نتيجة نقص فيتامين دال وعدم التعرض للشمس ونقص الكالسيا مكلام ده كل اللي بيحدد الفرق ده هو الطبيب ليه لان التقوص الطبيعي ده له درجة له درجات انما التقوص بقى المرضي لقدر الله بتبقى حاجة تاني عشان كده انا دايما لما حد يسألني على التقوص اقول لهم عمره قد ايه لما بلاقيه في سن بداية المش بقول لهم اتطمنوا وتبعوه كويس لان التقوص ده بيتصلح بعد كده اقول لكم بقى كلمة من كلمات الاجيال القديمة يقول لك ايه هيتصلح لما ابنك او بنتك يفرط طول يعني لما يطول حاجة بسيطة هتلاقوا التقوص اللي عامل كده اتعدل لوحده بس بشرط لازم يبقى الطبيب شافه وقال لك ده تقوص طبيعي ما تقلقيش منه نرجع بقى للشيالة الشيالة بتساعد على ان التقوص ده يفضل موجود فاهمين قصدي فاتلاقوا الطفل التقوص ده زيادة عن اللزوم فالشيالة دي غلط كمان برضو من الاضرار الكبيرة للشيالة دي زي ما قلنا غير ان هي بتبقى مؤلمة جدا جدا فكرة ان هي احيانا ما بتسمحش للطفل انه يتنفذ بشكل طبيعي ليه الطفل في العمر ده اللي انتوا شايفينه في الصورة ده واي حد عنده طفل في العمر ده او مر بتجربة وكان الطفل في العمر ده هتلاقوا ان هو من اكتر الحاجات اللي الطفل بيكون حريص عليها حركة ايدي ورجليه هتلاقي حتى وانتي شايلة بتلاقيه بيعد يحرك ايدي لازم في حاجة اسمها comfort zone ال comfort zone ده اللي هو منطقة الراحة هتلاقوا ان الطفل وانتي شايلة بيروح رفع ايده كده بيروح منزل ايده التانية بيروح تاني رجبته ومرجعها تاني وانتي شايلة شيلة طبيعية انا عشان كده بقولكو مش كل الحاجات الحديثة حلوة ومش كل الحاجات القديمة وحشة وده دورنا النهارده في حلقة زي الحلقات اللي احنا بنعملها مع حضراتكم دلوقتي في الصح والغرق